منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي عشان نشوف ازاي ممكن نحل المشكلة دي ازايك يا دكتور مهاب ازايك سيلا اه بارك ايه الحمد لله قصة تقيلة جدا ها اه جوانبها كتير قوي حقيقي ايه رأيك في الناس اللي لسه بتعمل ختان لبناتها لغير دلوقتي قبل الختان هو 45 سنة من سوق الاختيار سوق اختيار الاب للام والله حتى لو اختيار سليم برضو الناس بتعمل كده مش دايما يعني مش عايزين نعمن بس على ذكر الختان بقى هو ما فيش حاجة اسمها ختان هي اسمها عملية تشويه العضو التناسولي للمرأة ده الترجمة الحرفية لاسم العملية دي في كتاب الطب في ميل جانتل ميوتليشن تشويه العضو التناسولي للمرأة يعني هناك عملية اسمها ميل سركمسجن اللي هي تتعمل للذكور ده لازم ده لازم ايوه مفروضة ده فرض يعني محبزة جدا وليها فوايد صحية واحنا كمجتمعات شرقية بنحافظ عليها والكتاب ذكرها وليها تكنيك بتتعمل بيه الجراحين بيدرسوه انما ختان الاناث دي عملية تشويه اسمعناش عنه تشويه احنا دينا له اسمه وهو عرف قديم وللأسف المجتمع رغم كل حملات التوعية ما تخطهوش لك يخليها مشغوهة نفسيا ومش مبسوطة مع الجزء ومعنداش احساس ويتجوز عليها لا واقول لحضرتك حاجة تانية تقول الاسطورة ان ختان الاناث يقلل الرغبة الجنسية وبالتالي يحميها من نفسها ومن شطان شهوتها تقيقة الامر ان الختان علميا بيزود فرص الغلط اللي الناس دي خايفة منه ازاي لان المتعة الجنسية لا تتم إلا انا اقوم رأس معك المعلومة دي يا داكتر الختان يجعل السبيل الوحيد للاستمتاع الجنسي الجماعة اذا الخطأ الوحيد اللي لو شخصة شطانها تغلب عليها تعمله هو المصيبة هو الزنا شخصية يعني دايما بنقول يا جماعة حتى الاهداف الغير انسانية واللي لا تتماشى معه ان احنا اصحاب عقول احنا مش حيوانات ولكن حتى لو حسبتوها من هذا المنظور فالختان يزيد البنت عرضة للكارثة الاكبر فسيبوا بناتكم بطبيعتهم اللي ربنا خلقهم بيها وربوهم كويس وحفظوا عليهم كويس لان انا شفت بيهن بتتضمر بسبب المواضيع دي يا داكتر طبعا ما هو بقى بعد الزواج تصبح الاحتياجات الجنسية للمرأة لا تتماشى مع قدرة الرجل على العطاء تفتكر في قصتنا النهاردة دي حاجة من الحاجات يا دايما يقولك انه لو هم مبسوطين في العلاقة الزوجية اقدروا يعدوا اي حاجة ايزة تشو المقولة دي حقيقية لا قولا واحدا لا ليه ولكن تزود فرص انهم يقدروا يعدوا حاجات كتير طبعا العلاقة الجنسية جزء من منظومة الزواج ما بيجي يقولك بنتصالح بالليل فخلاص كل حاجة قادرين احنا نحلها بالليل ونصف والله طول ما هم قادرين ما فيش مشكلة بس هل مع استمرار الخلافات بيقادرين يبصوا في وش بعض التعامل مع العلاقة الزوجية على انها شهوة تغلب العقل شيء ممكن استطيعه في شهر العشر او يمكن يبقى حب انا هتبقى افضل طول عمري نفسي فيها وبحبها فبكبر دماغي ده موضوع تاني شفتي قلتي ايه بحبها انا قصدي كتب انا قصدي دي تبقى موجودة بتوافق وحب ربنا سبحانه وتعالى لما حط هذه الرغبة عند الرجل وعند المرأة حطها لاستمرارية منظومة شديدة التعقيد والصعوبة اسمها منظومة الزواج او النبي وربنا لما قصر ده على العلاقة الزوجية قصر ده على العلاقة الزوجية عشان يفضل ليها قدسية ويفضل عندنا قدرة على تحمل صعوبة شديدة في مشاركة شخص في النفس اللي بتنفسه فأهميتها مفروغ منها ولكن هل استمرارية الزواج علاقة جنسية فقط لا طبعا لا يعني تفاهم وعلاقة جنسية دي من يقولك كده حتى لو كانت الظروف صعبة ارتياح تفاهم احترام فنبقى قادرين نبص في وش بعض فتحدث العلاقة فتزيد من قدسية هذه المنظومة ومن حرص الاتنين على الاستمرار مش عايزة كلام شكرا شكرا